اشتركوا في القناة امانا بدورهم المحوري ومكانتهم الكبيرة كانت ولتزال مملكة البحرين من الدول الاكثر تفاعلا في تمكين الشباب والاعتماد عليهم في مواصلة مسيرة النهضة والبناء والتقدم وها هي اليوم تشارك العالم العربي الاختفاء بيوم الشباب العربي الذي يصادف الخامس من شهر يوليو من كل عام لتؤكد على ما توليه للشباب العربي والبحريني على وجه الخصوص من اهتمام كبير ودعم مباشر بتوجيه مستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ليبقى شباب البحرين في الطليعة دائما منجزات كبيرة وعديدة تحققت لشباب البحرين في مختلف المجالات أبرزها حضورهم الفاعل في المجالات الحيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فهم من أكثر الفئات حضورا وإنجازا واندفاعا لتحقيق الخير والنماء والتطور في كل مناح الحياة فهم وقود عجلة التنمية وعنوان العزيمة ومحور التطور والتقدم لجميع المجتمعات شباب البحرين المخلص تميزوا بعطائهم اللامحدود في العديد من المجالات الرياضية والإنسانية والعلمية وكانوا رواد الإنجاز ومكمن الإبداع والتفوق مستندين إلى ما قدمته المملكة لهم من دعم تشريعي وقانوني كبير وفرص نوعية عديدة وتكريم وتقدير مستمر كانت دافعة لكثير من المنجزات التي رفعت اسم المملكة عاليا في الكثير من المحافل المحلية والإقليمية والدولية شباب البحرين بإيمانهم بمبادئهم العربية الأصيلة هم جزء لا يتجزأ من محيطهم العربي الكبير نجاحهم نجاح عربي يتباهون به وتقدمهم تقدم لجميع الشباب العربي في شتى المجالات